زيارة الوفد الفلسطيني لجامعة محمد الخامس بالرباط شكلت مناسبة لإطلاع الجانب المغربي على الأوضاع الحالية للجامعات الفلسطينية وما تواجهه من تحديات جئنا من فلسطين من أجل أنه بالنهاية نضع الكل وخاصة إخواننا في المغرب على الوضع المأساوي الذي يعيشه فلسطين وتعيشه القدس بشكل عام نتمنى أن يستمر هذا العمل وهذه الجهود وأن تحذو باقي الدول العربية حذو المملكة المغربية في إنشاء أو في دعم صندوق بيت مال القدس وتم خلال الزيارة التأكيد على انخراط جامعة محمد الخامس في الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لتقديم كل أشكال الدعم للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في باقي المناطق الفلسطينية لقاء اتفاق شاركة تعاون بين جامعات فلسطينية من غزة ومن القدس الشريف لدعم برامج لفائدة طلبة الأشيقاء في فلسطين وتبدل الخبرات ودعم المجهودات التي تبدل بالجامعات الفلسطينية وتم اقتراح تنظيم اللقاء السنوي الجامعي المغربي الفلسطيني هذا وتمت الإشادة بدور المغرب باعتباره من طليعة الدول الداعمة للجامعات الفلسطينية وذلك عبر توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين سواء المتواجدين على الأراضي الفلسطينية أو الذين يتابعون دراستهم في المغرب ترجمة نانسي قنقر